أكد السناتور الجمهوري لانسي جراهام ضرورة أن تظهر الولايات المتحدة الأمريكية دعماً لا يتزعزع لإسرائيل كما أكد أنه سيتم العمل في مجلس الشيوخ على تسليح إسرائيل بما تحتاجه تصريحات جراهام جاءت عقب لقاء عقد مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوفق جالانت الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن للمرة الثانية لبحث تطورات الحرب في غزة والوضع على الحدود اللبنانية بالإضافة إلى مسألة تسليم الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل